اشتركوا في القناة القاعدة بتاعته اتكسرت هعمل له النهاردة ان شاء الله ديكور وهيكون غالي جدا في المحلات ومعايا هنا غطى باللون الابيض مش احتاج ان انا دهنو او حاجة ده غالبا متوفر في برطمانات النيوتيلة وسبق وعملت معاكم الاسبات الصغيرة دي في فيديو قبل كده ان شاء الله سيبهولك في اول تعليق مسبت للفيديو ده ومعايا كمان مقبض كان مكسور بتاع دورك كمان معايا للتزيين نوع من الجبير اخترت الشكل ده وكمان فراشة بالشكل اللي انتو شايفينه معايا ده هنبتدي وهنسمي اللي نبتدي في الفكرة على طول اول حاجة هستخدمها هو لازق الصاروخ اول حاجة هعملها علشان بس نمشي بالترتيب هبتدي الزق المقبض من فوق على الكاسب مقصور بالشكل ده واي مقبض عندك ممكن ننفع للفكرة دي هسبتها طبعا وهسيبها في جنب كده تنشف لحد ما اخلص بقية الفكرة هبتدي اعمل تزيين على الغطة بالشكل ده كده اول حاجة هعملها هلزق الجبير قطعتين اتنين قطعة اخلي الفصونات فوق يعني لنحية فوق والقطعة التانية هلزقها اخلي الفصونات لنحية تحت علشان الغطة كله ادرى معايا لانه زي ما انتو شايفين الجبير اللي معايا يعني سمك ورفيع فبالتالي هعمل اتنين وده خلصت الجزء اللي فوق وهبتدي اعمل الجزء اللي تحت بالشكل ده كده في النهاية هيكون شكله معايا بالطريقة دي كده هبتدي كمان ان انا حط عليه نصف صوص من اللي كتازين يعني هنضطرها بالشكل ده كده ما بين فواصل الجبير وبعدها عشان تدي شكل حلو وتدي ايما شوية ليه ده الشكل النهائي معايا للتازين اللي انا عملته سواء بالجبير او بنصف صوص اللولي بالطريقة دي كده هاخد السبت الصغير اللي انا عملته بالورد او لو حب ان انت تحط ورد يعني من غير سبت او حاجة براحتك الفكرة تمشي زي ما تحبي وهنا هبتدي ان انا سبته بمسادس الشمع بالشكل ده كده على الغطة هنا خلاص معايا الكاس نشف زي ما انت شايفينه بقى قوي جدا هبتدي ان انا اخد حطة جبير صغيرة جدا اعملتها هعملها على شكل فيونكا على الجزء ده بحيث ان انا اداري الفاصل ما بين المقبض وما بين الكاس نفسه هتكون بالشكل ده معايا لو حب ان انت كمان تعمليها على شكل فيونكا ما فيش مشكلة خالص هنا معايا فراشة هعطاها متنية بالطريقة دي كده بحيث ان هي تبان زي ما يكون طايرة هنا طبعا هشيل كل البوائي بتاعة الشمع وهنضفها كويس جدا قبل ما لزقها لو انت حابة تسيبيها بالشكل ده كده ما فيش مشكلة خالص واسيبيها حرة الحركة ما فيش مشكلة لكن انا حابة ان انا سبت الكاس علشان احافظ على الامان بتاعه هياخد كمان الصاروخ وكمان ممكن يكون البديل للايبوكسي تقدر تلزق به وهبدأ ان انا امشي على حرف الكاس بالشكل ده كده بحرص شديد وحاسبي على سلامة ايديك كويس جدا من موضوع اللزق بالصاروخ لانه لو جي على الايد او لمس الجلد بيحرقها للأسف زي الامير بالظبط فوانت بتستخدمي ياريت يكون استخدامك لي بحرص شوي طبعا هي هتلزق على طول زي ما لزقت في المقبض وده الشكل النهائي لها اتمنى طبعا ان الفكرة النهاردة تعجبكم ديكور بيتباع غالي جدا بيصل سعره من حوالي 250 ل300 جنيه والحقيقة احنا عملنا النهاردة باقل تكلفة استودعكم الله لازي لتضاعد اوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة